بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وفر تجار المواشي في مملكة البحرين أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار تلبية لاحتياجات السوق البحريني دعينا في الوقت نفسه إلى مراعاة المضحين لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها مملكة البحرين للحفاظ على سلامة الجميع التفاصيل في سياق تقرير الزميل طلال نايف مع دخول عيد الأطحى المبارك يستغبل أهالي مملكة البحرين العيد بحلة جديدة بعد النجاح في التصدي ومكافحة فيروس كورونا بمعروضات وفيرة من الأضاحي وبأسعار في متناول الجميع فالرغابة البيطرية على المواشي منذ دخولها وحتى يوم نحرها متواجدة بشكل دائم حيث يحرص التجار بالوقوف على تعريف مشتر الأضاحي على جميع الإرشادات لعدم تعرضه لحالات القش في ظل زيادة الإقبال على شراء الأضاحي استوردنا كميات بحدود 5000 فرأس بالإضافة إلى كميات تم شراءها محليا بحيث تتجاوز الكميات أكثر من 6000 فرأس من الأغنام من الأنواع المختلفة أغنام صومالية وعربية ومن الأردن استوردنا بالسيارة أيضا وهذه الكميات متوفرة سيتم الذبح تحت إشراف بيطري مع أخذ كل الاحترازات المطلوبة والالتزام بجميع تعليمات الإدارات الصحية البيطرية والصحة العامة شركة البحرين للمواشي طمأنة المواطنين والموقمين على توافر الأضاحي بكافة أنواعها حيث أن الأسعار ستختلف بحسب النوعية والجودة مشيرة إلى التزام المضحيين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعت من أجل سلامتهم هذه السنة الأسعار لم تتغير بشكل كبير أيضا وتظل الأسعار في متلاول يد الجميع نحن نتوقع أول أويام العيد وثاني وثالث العيد بأن تقوم الشركة بذبح وتقطيع وتسليم ما يقارب بين خمسة آلاف وخمسمائة إلى ستة آلاف رأس من الأرنام هذا وقامت مملكة البحرين بمضاعفة الشحنات المستوردة وحشد كامل استعداداتها بحسب المتطلبات وبأسعار تنافسية من مختلف المصادر ما ينم على تحمل المسؤولية أمام المستهلكين فالأضحية في مملكة البحرين ترتبط بالتغاليد والأعراف ليتحول يوم الذبح إلى مهرجان للفرح وتعزيزا لحالة المحبة والسلام والتلاحم بين الأهالي والمجتمع ومن المتوقع أن يزداد الطلب في هذا العيد على الأضاحي خلال أيام التشريق طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين